هذه التوطئة وهذه المقدمة أريد أن أذكر بقضيتين اثنتين ثم أتوجه إلى الإصلاع إلى ما عندكم من الأسئلة والإجابة عليها بما يؤثر الله تبارك وتعالى لنا ولكم المسألة الأولى أرى كثيرا من الناس الذين يظهر أنهم ملتزمين ليس فقط للفرائض بل وللنوافل والأمور المستحبة كالذكر بعد الصلاة مثلا والتسمية والتحميد والتكبير ونحو ذلك فأرى بعضهم حينما يريد أن يعمل بقول عليه السلام من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين وحمد الله ثلاثة وثلاثين وكبر الله ثلاثة وثلاثين ثم قال تماما مئة لا إله إلا الله وأهله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبز البحر هذا حديث صحيح ورواه الإمام المسلم صحيح حينما يريدون العمل بهذا الحديث ترى بعضهم لا يكاد يبين بلسانه عن تسبيح الله وتحميدي وتكبيره فماذا تسمع؟ رأيتم كما رأيت أنا أظن لست وحدي في هذه الدعوة هذه ماذا نسميها السبسبيس ثم الحمد لله هذا ليس تسبيحا وليس تحميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بلحظات بثواني انتهى من المئة هذه المئة من جاء بها ما أجرها غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولو كان الإتيان بها بهذه البسبسة حاش لله إنما يجب أن يتأنى فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله إلى آخره لا أريد بما يأتي من كلامي التالي أن أصد الناس عن التسبيح الثلاثة وثلاثين وما جاء في بقية الحديث وإنما أريد أن أقرب إليهم ما هو أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا أفضل لهم شرعا وأيسر لهم عملا وأظنكم ستسمعون هذا الحديث لأول مرة أو على القل بعضكم وهو حديث هام جدا وهو حديث صحيح أيضا أخرجوا لإمام النساء والحاكم وغيرهما عن صحابيهم بسندين صحيحين أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في المنام شخصا يسأله ما الذي يعلمكم الرسول عليه السلام قال علمنا سبحان الله وذكر هذا العدد الذي سبق بيانه في الحديث السابق فقال ذلك الشخص للرأي في المنام قال اجعلوهن خمسا وعشرين اجعلوهن خمسا وعشرين يعني يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فبدل ما يعد الإنسان مئة وحدة رح يعد ايش خمسا عشرين وحدة والخمسا عشرين وحدة بده يضطر أنه يتباطئ العدد ما بيقدر يسارع المسارعة هذه التي نستنكرها شد الاستنكار فهو مهما استعجل بالسبحان الله لأنه في بعضهم مننا والحمد لله مهما استعجل ما رح تطلع منه إلا أكمل مما لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله متدون اللي بيذكروا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبعدين بيسحبوا صحبه ما بتسمع منهم إلا إيه الله 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 إلى آخره فبقاية لهؤلاء المستعجلين بعد الصلاة في التسبيه والتحميد المذكور في الحديث الأول عليهم أن يجمعوا بين الأربعة ويقولوها خمسا عشرين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا عشرين مرة وهذا أفضل بدليل تمام الحديث ذلك الرأي رأى مناما قد يكون هذا المنام أدواث أحلام وليس له تفسير لأننا لسنا نعلم بتأويل الأحلام لكن هذا الرجل الرأي للرؤية قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان جوابه فافعلوا إذن فافعلوا إذن هنا يريد سؤال ثقه هل هذا نسخ للحديث الأول 33 تسبيه 33 تحميز 33 تكوير آخرها تهليل واحد لا ليس نسخا وإنما تفضيل فإذا جاء المصلي ب33 هدون بعد الصلاة بثأدة وبروية ما في مانع منها لكن أفضل له أن يجمع الأربع في 25 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله